برحب حضراتكم مرة أخرى ومازال الحديث مستمر حول فضيلة الشيخ عبد الباصد عبد الصمد رحمة الله عليه برحب فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عالي جمعة أهلا بكم صاحبكم أهلا بكم أهلا بكم حضرتك كان هناك ارتباط وثيق ما بين فضيلة الشيخ عبد الباصد عبد الصمد بسيدة زينة رضي الله عنها وأرضاه بالمسجد يا الكريم في القاهرة الشيخ عبد الباصد أول منازل مصر راح عمله بقى ساكن في الجوار جوار السيدة بحث عن شقة إلا لازم الشقة تكون بجوار ستنا واخد بالك إزاي فالشيخ عبد الباصد كان يحب السيدة زينة وبرضو من نفحات السيدة بقى الذي أحبها فجاورها إنه هو قرأ الصورة في المسجد وكان هذا أيضا سببا لصيطه الواسع ولمساحة كبيرة من الحب واقع الراجل رقيق القلب يعني ما كانش كان يحب الدعابة واللطافة كده ودمه خفيف كان ما هواش عليه الصرامة أو الجدية اللي قد تجدها إنه بعض الناس يعيش فيها الشيخ لما هو طبعا خلف أولاد ربنا بارك فيهم وحفظوا القرآن وتصدروا بس برضو تظلموا من إنهم أولاد الشيخ عبد الباصد عبد الصدر يعني الشيخ طرق الظلم الشيخ طرق الظلم طبعا لأنه ده فيه ناس ما يعرفوش إنه فيه سعادة اللوى طارق هو لواء في الشرطة طبعا ولكن ها يعني لكن الأداء بتاعه عايزة إيسوب أبوه أيوة بقارن 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 بسوط الأضرح واش ده هو أبوه ده هو حاجة تانية هو بني آدم تاني فإسماعول وحدكم كده هتلاقوا حلو وهتلاقوا أداءه منضبط وكده قالوا الحتة دي الله رحمك يا شيخ عبد الباصد كنت هجيبها كذا أو الحتة دي فيها من الشيخ عبد الباصد أو الحتة دي أيوة ما هو بيقلد أبوه أيوة واخد بالك فكده يبقى فيه ظلم للإنسان لأنه ده تقويم المقارنة تقويم غير موضوعي فالمهم أنه ربنا يبارك فيه من باقية وأنا من الحاجات اللطيفة اللي ربنا أكرمني بها أنه بعد الشيخ منطقا مباشرة وعزينا وكذا إلى آخره تواصلت مع أبنائي قلت لهم شوفوا أنا عايز حاجة من ريحة الشيخ ما ليش تدخل له إزاي طريقة المصريين جميل فبعتوا لي كفية ما زالت عندي إلى الآن الله واخد بالك طب يا مولانا بخلت علينا بها طب كنت أطلع ناهم على في الحلقة يا مولانا كان خسرتنا البركة والله يعني فعندي الكفية دي إلى الآن محتفظ بيها وكل شتوى كده حطها وتفتكر سيدنا الشيخ عبدالبسط الله صمت نتبرك بأثره الله يلحظه ولم يبخلوا الحقيقة أنهم يعني يعملوا كده فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وربنا يلحقنا به على الخير كله يا رب الله لكن هو من ناحية الأداء من ناحية الحفظ من ناحية الصوت من ناحية التأثير من ناحية النجاح هو يعني في الدرجة الاولى وهو سيد بتوع الهد يقولوا هاي أستاذU LQ أستاذU LQ أستاذU LQ صح بالعلامة الكاملة في كل شيء بالعلامة الكاملة في كل المواد و في كل العنص صحيح there Lot الله عليه. انا متشكر جدا صاحب الفضيل على هذا الابحار في صيرة عطرة زي صيرة فضيلة الشيخ عبدالبسط عبدالسمن رحمة الله عليه شكرا الله. شكرا جزيلا.